يعني منهم اللي مش هيفتح المشاكل تاني والخلافات تاني مرة تانية وده ده رأي زاكي ومنهم طبعا اللي بيراعي برضو شعور الأولاد في البيت وده برضو قصة لوحديها يعني قصة الأولاد في البيت وانه بيشوفوا المشاكل خلص بقى أمر واقع فانا برضو مش هنتكلم فيه كتير لانه استحالة لو قلنا ايه ان ست والراجل مش هيبانوا انهم متخنيوا قدام العيال يبقى بنتحك على نفسنا اصلا فبيبانوا الولاد بيحسوا بكل حاجة وبيشوفوا كل حاجة وربنا يعيني الولاد يعني اللي بيشوفوا المشاكل وبيعيشوا الانفصل وكل الكلام ده من ضمن برضو الجمل الشهيرة اللي ادايق أي ست أي ست في قاعدة الصلح دي ما قاعدة الصلح دي يتودي الجنة ينار يعني على طول يجي يقول والله بصوا أنا نظامي كده أنا نظامي وانا نظامي دي بصوا أنا نظامي كده دي خلاص الست قراضي من جوه عارف هتفتح قاني باب وتخرج منه يعني انا نظامي كده لأ انا ادخل البيت يا حبي كده انا لما نزعل معرفش ايه ما اتكلميش ومن حق اخرج مع اصحابي ومن حق يبقى ليه حياتي ومن حق وما تتكلمش وتشتكل حد ابدا طب الست دي تموت نفسها ولا تعمل مش عايق اه بتبقى صعب اقوي الحتة دي وفي هي الست بقى قعدة بقى بصله كده اه وايه كمان يا حبيب قول يا باب قول يا باب اه وايه بس انت بتجيب الاداة صح ايه هو ده لا برفع لك انا شاطر اصح هي بتجيب الحتة دي بالزبط بالزبط هي بتبقى قعدة كده ومستني اه عشان فيه جملة معينة هطلع عجري اخد بقية هدومي واتكلى الله ما هي الجملة دي مستفزة جدا يعني جدا جدا هو احنا راحين برضو اصل الموضوع ايه راحين عشان نتصالح راحين عشان تعبنا الفترة اللي فاتت ونخلي بالنا قوي من الحتة دي ان احنا تعبنا إن إحنا ما كانش عجبنا لفترة اللي فاتت فإحنا راجعين عشان أسباب كتير طبعا ومن ضمنهم الولاد فبما إن إن إحنا راحين نعمل كده يبقى بلاش بقى إن إحنا نتكقى على الكلمات اللي هي الصعبة ما تقول للراجل بقى أنا عايزاك تقول للراجل يتكلم إزاي لا الراجل طبعا برضو يعني أنا بتكلم للأتنين على فكرة ما هو دايما نجمعنا دي اللي بيقولها الراجل هو كده بيحس بكرامته لو أنا ده نظامي وده وضعي للراجل بالذات خلينا نشيل كلمة شروط وخلينا نحطها في شكل طلبات الحاجات اللي بتريحني بالضبط الحاجة اللي بتريح أنا بحب ده لكن ما بحبش ده لكن عارفة بقى اللي هو الطريقة التانية عارفة لو عملت كده تاني مش عارف إيه 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 طب ما خلاص ما طبيعي يا هتعمل كده يا هتعني ديه كمان لكن لما قول طب أنا عندي مجموعة طلبات تعلي حبيبتي كده ونتكلم مع بعض بص يمفروض بلاش نعمل كده أنا وانتي بلاش نعمل دي أنا وانتي شوف أنت وقت يا دكتور يعني تعالي يا حبيبتي كده شوف كلمة بس الكلمة الكلمة تعمر بيه وتخفض بيه كلمة بالضبط لكن دايما تلاقي في الخنقات حاجة غريبة قوي فين احنا بقول الشعب بتحدينا الجميل ده دايما كأي يقول لهاي عارفة يا مدام أنت عملت الحاجة لسه فكرنا هي مدام ما تقول لها باسمه ما تقول لها يا حبيبتي مثلا يعني بدل ما عارفة عارفة حضرتك عملت ايه عارفة يا ايمو يا قلبي عملت ايه اه مثلا عارفة لو تقالت كده يا ايمو يا حبيبتي ويا مش عارف ايه مثلا في الطريقة دي على فكرة هتلاقي الست بقى لا ده يعني معلومة معظم الستان هتعملها هتقوله خلاصي حصل خير زي الفل لا ده ده ست بقى تقوله خد قلبي وخد كليتي وخد كيمتي وخد ما عاملو كله صحي كده ولا هو عايز تاكل ايه يا حبيبي النهاردة والموضوع يتقلب خالص ولا بقى مثلا تلاقيه بيعيب برضه ومن ضمن المشاكل الكبيرة اللي بتخلي في انفصال بعد ما يكونوا الولاد حتى كبروا يعني بيكون البيت فيه اطفال كبروا خلاص كبروا فاهمين بقى عندهم وعي يعني خلاص في قصة القعدة بقى قدام باباها واخوتها وبتالي قالها شفت عيالك شفت مربية ابنك ازاي شفت انت عامل شفت انت ابنك عيالك بمناسبة العيال دول ولاد مين بزرط بزرط هي بقى الحتة دي مهمة هو ليه صحيح انت يعني الراجل مسلا في الوقت ده وساعات ستات برضه ما بص ولادك انت اللي رميه ومن انت مستقل فينا وهو يقول لها بص ولادك انت المفروض مسؤول عن التربية يا هنم ودايما دي طلع كلمة يا هنم دي وسط لعك لازم يا هنم طب ليه يا جماعة على فكرة بما ولاد كنتو الاتنين حتى لو الراجل دلوقتي معظم بتشتغل وحتى لو ما بتشتغلش طبا انتو الاتنين مسؤولين عن تربية الولاد انتو الاتنين مسؤولين عن ده حتى لو الست اكتر شوية بشكل ومش مطالبة ان الست هي اللي تبقى مسؤولة اكتر اصلا يعني انا نفسي اقول للرجالة لما بتعودوا في قاعدة صلح انت يعني مش عايز اقول لفظي ازعلوا مني اقولوا كسفة على دمك اللي هو ععيب يعني هي اصلا شايلة فوق الطاقة طاقين ثلاثة ايه طبيعي فانت ما تجيش كمان تلوم عليها في وسط الناس واهلها واصل انت يا عام نتاب كويس ان هي بتطبخ وبتتنظف وبتخسن موعين وبتروح الشغل وبتودي الولاد النادي يعني هي شايلة عارف لو الراجل قال لها والله يا العزيم انا عارف ان انت شايلة فوق طاقتك هتقوم تولع في صواباحها التانية هتقوم تولع خمسة هتولع العشرة غلابية ستات دلوقتي معظم الستات المصرية الجميلة بجد بيشتغلوا تحيث ان هو خلاص بقى شغالين سواق يعني زي ما قلت كده بالظبط طلع من الشغل على بيت وبعدين تشتري حاجات وبعدين تودي الولاد ده النادي والبنت اللي توديها مش عارفين فتلاقيها شغالة سواق عمالة تودي من هنا هنا فكفاية عليها ده فيعتبروا ان هما الاتنين فعلا ولادكم وانتو الاتنين متحملين احنا هنطلع فاصل وهنرجع برضو نكمل ايه الحاجات او الجمل الشهيرة اللي ممكن تخرب قعدة الصلح قعدة الصلح دي مهمة جدا فيه حاجات تتقال فيه حاجات ما تتقالش